بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق مولانا وحبيبنا وقائدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زلنا في شرح دعاء الافتتاح الذي نقرأه في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك هذا الدعاء المنسوب إلى السفير الثاني من سفراء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والذي يعتقد أنه كتبه بناء على نص الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فهو دعاء بشكل أو بآخر للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولتربية المسلمين على المفاهيم العظيمة الواردة فيه ذكرنا أن الدعاء ثلاثة أقسام الأول حول صفات الله تعالى وعلاقة الإنسان بربه القسم الثاني هو الصلاة على محمد وآل محمد وذكر أئمة المسلمين القسم الثالث له علاقة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وإقامة الدولة الإسلامية العالمية لازلنا في القسم الثاني يقول في الدعاء وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة إذن هذه الصلاة على أئمة المسلمين التسعة جاءت بعد الصلاة على محمد والصلاة على السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها والصلاة على أمير المؤمنين علي عليه السلام والحسن والحسين يعني ثلاثة أئمة ذكرناهم بالإسم والآن على أئمة المسلمين التسعة من أولاد الحسين سلام الله تعالى عليه لماذا هذا التركيز على الصلاة على محمد وآل محمد لماذا هذا التركيز على ذكر أئمة المسلمين لأن قيادتهم لنا مؤثرة في تصويب المسار الذي نختاره في حياتنا إذ لا يكفي أن يكون الكتاب القرآن الكريم بين أيدينا وحده ولذا عندما أرسل الله تعالى هذا الكتاب أرسله مع نبي وقائد هو الإمام هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا بد من استمرارية الشرح والتفصيل والإدارة والقيادة والتوضيح والانتباه إلى عدم الانحراف فكان لبد من الأئمة سلام الله تعالى عليهم وهم معصومون كي يقدموا لنا التفسير الصحيح والوافي للإسلام ارتباطنا بهم ضروري وأساسي وقد قال أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه كما ورد في نهج البلاغة لا تخل الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا لألا تبطل حجج الله وبيناته إذن حتى تبقى الحجة على الأرض لابد من إمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم الـ 11 كانوا ظاهرين معروفين الإمام الثاني عشر هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف غاب عن الأنظار في سنة 329 للهجرة ولا زال غائبا ولكنه سيظهر في آخر الزمان إذن هذا الإمام المستور لماذا وجود الإمام المستور ووجود الأئمة الظاهرين من أجل أن تبقى الحجة موجودة ومن أجل أن تبقى مرجعية الاتجاه الصحيح قائمة نحن عندما نهتم بعطرة أهل البيت عليه السلام إنما نهتم من أجل أن نرتبط بالخط الصحيح عندما قال تعالى في كتابه العزيز قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة لا لأن القربة يتميزون بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم كذلك لكن لأن هذه القربة قرب أهل البيت لها علاقة بالعصمة ولها علاقة بتبليغ الرسالة من هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهلي أحب إليه من أهله وعترتي أحب إليه من عترته وذريتي أحب إليه من ذريته هذه المودة وهذه العلاقة هي التي نأخذ منها لمشروع الإسلام وبالتالي إذا أردنا أن نكون منسجمين مع خط الرسالة يجب أن نكون مع أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين يدلوننا على الطريق الصحيح نحن عندما نذكرهم في الدعاء عندما نصلي عليهم في الدعاء إنما نحاول أن نمد صلة الوصل بيننا وبينهم لنأخذ من كلامهم ومواقفهم وصفاتهم ما يساعدنا على الاستقامة في حياتنا ولذا نلاحظ أن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه عندما طلب منه أحد صحابته وهو خيثمة نصائح حول العمل للإسلام والارتباط بالإسلام قال له رحم الله عبدا أحيا أمرنا وأعلمهم أننا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بالعمل الصالح فإن ولايتنا لا تنال إلا بالورع وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره فإذن هذا الارتباط بالأئمة هو إيمان بالولاية هذا الإيمان بالولاية هو الأخذ من تعاليمهم وصفاتهم ومواقفهم هذا الأخذ من التعاليم يتطلب منا أن يكون سلوكنا سلوكا إسلاميا منضبطا مستقيما كما أمر الأئمة سلام الله تعالى عليهم عندها نكون قد أحيينا أمرهم يعني أحيينا الإسلام بالتطبيق العملي بالسير وفق منهجهم وهذه مسؤولية تقع علينا إذن عندما ندعو في الدعاء للصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما نربط قناعاتنا ونربط عواطفنا ونربط حالة انسجامنا مع النبي والأئمة عليهم السلام من أجل أن نتزود من هذا المنهج لنتذكر أنهم ضحوا وعملوا لا يكفي هنا أن نذكرهم حبا من دون عمل لا يكفي هنا أن نقول بأننا معهم على المستوى العقلي يجب أن نكون معهم على المستوى العملي أي أن نطبق التعاليم التي أتوا بها والتي فسروها والتي وضحوها نحن الرابحون عندما نكون مع الأئمة عليهم السلام نحن الفائزون عندما نرتبط بتوجيهاتهم ونرتبط بقناعاتهم لأن خط الاستقامة هو مع الأئمة عليهم السلام هل تعتقدون أن استقامة الإسلام كانت لتحفظ لولا هؤلاء الأئمة عليهم السلام على نهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم أختم بحادثة لتبين المقام العظيم لأئمتنا عليهم السلام عندما ذهب هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي ليحج لم يستطع أن يصل إلى الكعبة الشريفة إلى الكعبة الشريفة ولكن هناك رجل وصل وعندما وصل إليها تفرق الناس من أجل أن يتمكن من الوصول إلى الحجر الأسود هنا سأل أحد الموجودين هناك من هو هذا الشخص؟ فأنكره هشام لكن الفرسدق الشاعر كان موجودا قال له هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختم وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل يوم ومحتوم به الكلم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم وقيل من خير أهل الأرض قيلهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته